إلى لبنان حيث الحال واحدة فإذا كان الحوثيون الصنزفو ونهبوا اقتصاد اليمن فالرابط مع حزب الله هو الرابط بين التلميذ والأستاذ تعلموا ذلك من هذا الحزب الذي يحكم لبنان ويقبض على مفاصله ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية بحسب ما يؤكس ساسا لبنانيون وتقارير محلية وإقليمية ودولية فيما لبنان يواصل انهياره إلى الهاوية والذي دفعه إليها الحزب الحاكم إلا أنه بين الفينة والأخرى يرمي له خيطا يتشبث فيه قبل أن يواصل الانهيار هذه المرة فإن الخيط بطاقات إعانى غذائية تذكر بزمن الحرب الأهلية بينما يعيش لبنان في زمن السلم المفترض وإذا كانت أبسط الحقوق المدنية التي تؤمنها الدولة مغيبة على حساب الدويلة فإن ذلك بد جليا في حملات حزب الله الأعلامية عبر المساعدات الغذائية بعدما وجهها بداية إلى مناصري ها هو يطلق بطاقة جديدة تحمل اسم سجاد يقول إنها عابرة للطوائف تطال المسيحيين خصوصا وما أثار موجة غضب شعبي إيزاءه والتهم بالسبب وراء تجويع اللبنانيين أتساءلون عن بطاقات إغاثة غذائية فيما الإغاثات المطلوبة هي بكف يدهي عن لبنان وشعبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من قرطبة ينضم إلينا الدكتور فرس سعيد السياسي وأمين عن قوة 14 من أذر سابقا أهلنا بك معنا على شاشة الحدث أنطلق معك من حسن نصر الله وزع إغاثات لجماعاتي في البداية ثم الآن يوزع بطاقة السجاد يقول إنها عابرة للطوائف ويقول إنها موجهة للمسيحيين أسألك كلبناني أولا أولا كلبناني ثانيا كمسيحي هذه البطاقة التي انتشرت وكأنها موجهة للمسيحيين ما تعليقك عليها أولا كلبناني أعتقد بأن أسهل طريقة لمساعدة لبنان هي رفع يد حزب الله عن عملية السطو المبرمج الذي يمارسه على بناء الدولة اللبنانية وعلى احتجاز القرار الوطني اللبناني وعلى جعل لبنان مثل المنطقة برمتها صندوق بريد للتفاوض مع الولايات المتحدة كنت أتابع نشرة الحدث الكلام عن أربيل الكلام عن الحسيين ما يحدث من اعتداءات على المملكة العربية السعودية ما يحدث في سوريا ما يحدث في لبنان كل هذا هو أن إيران قررت أن تتحول المنطقة العربية وهذه البلدان بالتحديد إلى صندوق بريد إلى الخارج وبالتالي لا يمكن على حزب الله أن يسطو على لبنان كما يفعل وفي نفس الوقت يقول لللبنانيين أنا أريد أن أساعدكم من خلال تأمين الغذاء لكم نحن لسنا بحاجة لأي مساعدة من قبل أي فريق لبناني داخلي وبالتحديد من قبل حزب الله وكل من ادعى حمايتنا بين هلالين كان حاميا لمصالحه نحن دولة عصرية دستورية قائمة منذ العام عشرين ومنذ العام ستة وعشرين لدينا دستور لدينا قانون وبالتالي من يؤمن حاجات المواطنين بكرمتهم هو القانون اللبناني والدستور اللبناني والجمهورية اللبنانية من يأتي من خارج هذه الأصول الدستورية والقانونية ليقول لنا بأنه يؤمن لنا غذاء هو يؤمن مصالحه على حساب مأساة الشعب اللبناني الذي هو سبب أساسي فيه حزب الله ممكن يؤمن أو يؤمن بعض الإغاثات الغذائية لكن هل يستطيع النهوض باقتصاد بلد منهار كلبنان الآن؟ سيدتي بلد يستطيع أن يقوم بطائفة أو بحزب أو بجماعة طائفة أو حزب أو جماعة لا تستطيع أن تتولى شأن بلد هذا الإدعاء هو إدعاء مزيف منذ بداية الأزمة اللبنانية حاول حزب الله إقناع نفسه وإقناع البيئة التي يمثلها وأيضا إقناع اللبنانيين بأننا حتى لو جعنا كلبنانيين فهو قادر على تأمين حاجات وأن يكون ضمانة للبيئة التي يمثلها اليوم نكتشف يوما بعد يوم بأن مالية هذا الحزب تأتي من وضع يده على الاقتصاد اللبناني الحزب ويجب أن يعرف الرأي العام العربي يضع يده على الحدود اللبنانية الحدود البحرية هي بمتناول حزب الله الحدود الجوية أي مطار بيروت وأيضا الحدود البرية من يمتلك هذه الحدود ومن يأخذ على عطيقه إدارة شأن هذه الحدود من تهريب ومن استقبال بضائع ومن إعفاء من رسوم جمهوركية ومن يحرم الخزينة اللبنانية بهذا الكم الهائل من الرسوم الجمهوركية يعني بأنه يضع يده في داخل سنضيق الدولة اللبنانية وهو يأخذ مال اللبنانيين من أجل أن يمول نفسه ومع ذلك يروج دائما أنه لديه مشكلة مالية كيف لي حزب الله أن يكون لديه مشكلة مالية وهو يضع يده على الاقتصاد وعلى الحدود وما الذي يحاول أن يقوم به عبر هذه البطاقة لأن كلفة الحرب سيدتي هي كلفة عالية جدا وعلى سبيل المثال استنساخ تجربة حزب الله في اليمن على قاعدة بأننا نستنسخ صناعة زعيم يشبه حسن نصر الله السيد حسن نصر الله بكل معالمه هذا أيضا مكلف بمعنى أن هناك خبراء عسكريين ينتشرون في سوريا في العراق في اليمن وهناك بيئة بكاملها يأخذها على عطيقه حزب الله ولكن التمويل الأساسي يجب أن ندرك بأن التمويل الأساسي للحزب لا يأتي من إيران المأزومة لا يأتي من إيران المحاصرة هو يأتي من جيوب اللبنانيين وهذا ما بدأ اللبنانيون يستشعرونه من خلال هذا الاحتجاز لبنان وطن أسير ليس فقط على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري إنما أيضا على المستوى الاقتصادي التجاوب مع الوضع الاقتصادي هل هو هذا أقصى حدوده الآن من أساسه في لبنان؟ أنا لا أعرف إذا كان هناك فعلا تجاوب لا أعتقد بأن هناك تجاوب حقيقي مع طروحات حزب الله هو يحاول زر الرماد في العيون وبالتحديد مع البيئة المسيحية قائلا بأنه صديق المسيحيين وبأن الخطر الأساسي لا يأتي من البيئة التي يمثلها أو من توجهاته الأمنية أو العسكرية أو من خلال ارتباطه بإيران هو يحاول وهذه النظرية قديمة يمارسها حزب الله في لبنان وفي كل ألحاء المنطقة على قاعدة تحالف الأقليات في وجه الغالبية السنية في المنطقة ولكن أنا أؤكد لك ومن موقعي المسيحي بأنه ليس صحيحا بأن المسيحيين في لبنان يذهبون بهذا الاتجاه هناك طيار واحد الذي يمثله العماد عون الرئيس عون يعتقد بأن التحالف مع حزب الله هو ضمانة لهذا الطيار ولكن هذه انتهازية سياسية لا تمثل الرأي العام العميق المسيحي الذي هو يعتبر بأن العيش المشترك الإسلامي المسيحي استقلال لبنان نهائية الكيان اللبناني عروبة لبنان على قاعدة تنفيذ الحرفي لاتفاق الطائف والدستور اللبناني هي التي تشكل الضمانة الحقيقية لجميع اللبنانيين وبالتحديد للمسيحيين في لبنان هناك أطراف إقليمية ودولية تريد أن تساعد لبنان ما الذي يحول دون ذلك من الداخل اللبناني وما هو طوق النجاة بالنسبة لبنان في هذه المرحلة أنا أعتقد بأن ما قدمه الباتريارك الراعي باتريارك الكنيسة المرونية من خلال طرحه لحياد لبنان ولدعوة المجتمع العربي والدولي عقد مؤتمر دولي من أجل مساعدة لبنان واللبنانيين لتنفيذ الطائف والدستور وسيقة الفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية أي القرار 1559 1680 1701 هو الطريق الصحيح والأسلم لخروج لبنان من هذه الأزمة كل الباقي حتى هذه اللحظة لا يؤمن ضمانة للخروج تشكيل حكومة أو عدم تشكيل حكومة إجراء انتخابات في موعدها أو انتخابات مسبقة كل هذه الأسليب لن تؤدي إلى إخراج حزب الله من لبنان بالمعنى إخراجه السياسي أو العسكري من لبنان أؤكد بأن لبنان وطن أسير وبأننا نحن بحاجة إلى مساعدة الأخوة العرب وإلى مساعدة دواء القرار الدولية من أجل إخراج لبنان من هذه المحنة شكرا جزيلا لك دكتور فارس سعيد السياسي وأمين عام قواء 14 من أذر شكرا جزيلا لك